أنا الذي أدوه معكم، أدوه الحيوانية لا تختارني أي منطار نشاري شحمة، شحمة، و ندوبها و كل مرة أريد أن نضع طاجين أو شيء ما يحتاج في هذا الزيت، نضع من هذه الكمية التي خاصتني متتبقى قناة بصحة وسعادة، السلام عليكم نتمنى أن تكونوا كاملين بخير و بصحة جيدة و في أحسن الأحوال يا رب القديد سيكون هو الموضوع اليوم الناس الذين لا يستطيعون القديد في هذه الأضحاء، فأعرفوا رأسكم ضيعت وفرصة ذهبية لإستفادة من الزبدة الأشياء الجميلة والصحية التي كنا فيه و سيغلقوا إلى أن نصيبه بالطريقة الصحية الصحية لأن هناك العديد من الطرق التي نصيبه بها، منها الصحية والغير الصحية والقديد الذي كنا نعرفه هو جزء لا يتجزأ من العادات والتقاليد في العادات والثقافات، وخاصة في المغرب المغرب من الدول التي لا تزال تحفظ على هذه العادة الجميلة المهم، نحن في الموضوع اليوم لا نعرفه على العادة والتقاليد والثقافات، ولكن نعرفه على الجانب الصحي، المنافع التي يوجده القيمة الغذائية الرائعة لمعظم مغربة يجهلوها إذا قلت شيء واحد يقول لك اللحم المقدد أو للقديد، هو عبارة على اللحم مجفف، كانوا يستعملوه جدودنا لأنه لم يكن لديهم تلاجة في نخزنه فكذلك يقول هذه الحالة، يبقى لديهم لحم لأطول مدة ممكنة هذه هي الفكرة السائدة عند معظم الناس، ولكن ما الذي لا يعرفه هو أنه يوجد تركيز عجيب من المعادم وفيتامينات والبروتينات والدهن ومركبات أخرى كثيرة تجعل ملك الدين مادة غذائية وقيمة غذائية جد عالية ناهيك على الماضي، أنك هدية مميزة المهم، بلا ما نطول عليكم، ندخلوا في صلب الموضوع بالزربة، معكم أخوكم رلوان شوقي في المختصر المفيد أول معلومة التي سأبدأ بها والتي سأعجبكم هي الهرمونات والمضادة الحيوية لمعظم اللحوم التي تضعوا في الأسواق الموجهة لستهلك وهذا ما كنت أعرفه، وهذا نحدد الناس من استهلك اللحوم، لا الحمراء ولا البيضاء، وهذا بجوج نحن عليهم في حلقات متفرقة عندما نستهلك اللحوم، فأنت لا تشعر أن تستهلك مع أنتيبيوتيك والأرمون الموجودة في الأنسيجية العضالات التي نستهلكها على شكل اللحوم هنا في اللحكات القديد أو اللحم المقدد، العملية التي تشفيفها تماماً على هذه المصائب التي نحضر الناس من استهلك اللحوم قبلها يعني القديد لا يوجد مشاكل، يمكن أن تستهلكه بدون أن تخاف من هذه المضادة الحيوية والهرمونات الصناعية إلى آخره يمكننا أن نأكله بعيننا مغمضين، وهذه هي أول شيء إيجابي في القديد النقطة الثانية التي تعطي للقديد ميزة رائعة أحسن من اللحم الخضر هي تفاعل مايارد أو مايارد رياكشن كيف يوقف التفاعل؟ الأحمد الأمينية التي تشكلنا البروتين تتفاعل مع السكرية المغتزلة التي توجد في اللحم حالة شوحة الجليكوز والفريكتوز، إمتى؟ لأن تتعرض لدرجة الحرارة المرتفعة، وهذا التفاعل ينتج عليه مركبات جديدة هذه المركبات تخضع في مرحلة ثانية للترتيب، وكتعب بلاتي بلاتي، ما أننا لا نحن لديه شيء كامل؟ المهم عندنا هو أن من بعد عدة مراحل، اللون اللحم تحول اللون بني داكن، وهذا اللون هو الذي يعطي للقديد من النقهة الفريدة من نوعها، لكل نقطة نحمق عليها مثل السكريات التي يمكن أن تظهر لنا لاندكس غليسيميك، وهذا بطبيعة الحال، الذي يشكل خطر على الناس الذين يعانون من السكري والضغط إلى آخره، نكونوا تهنين منها في هذا التفاعل، يعني إذا أخذنا نفس الكيمياء من اللحم الخضر والقديد، مؤشر نسبة السكار في الدم سيكون بيناتهم فرق كبير، القديد المؤشر له سيكون منخافض بكثير على اللحم العادي، النقطة تالية التي تجعل من اللحم المجفف أو للقديد مادة غذائية رائعة هي البروتينات، البروتينات الذي يوجده لا يشفح البروتينات الذي يوجد في اللحم العادي، لأنها تعرض لتغييرات كيميائية وفيزيائية، مما يجعلها أكثر تركيز ومتصاص، يعني تكون أسهل في الامتصاص وما تتعرض الجهاز الهضمي في الهضم، البروتينات الذي يوجد في القديد يستفد منها الجسم أكثر من اللحم في صيغته الطبيعية، أول تغيير كيميائي هو الديناتوريشن، كيف لا نعرفه، البروتينات تكون من سيسير الأحمار الأمينية مطوئة في أشكال ثلاثية الأبعاد، سبحان الله في هذه المرحلة لا تبقى مطوئة، ويجعل جزء البروتينات أكثر استقراراً، مما يسهل على الجسم التعامل معه ومتصاصه والاستفادة منه، سوف نختصر لكم المرحل، أما من بعد مرحلة الديناتوريشن، يجعل من الإيدرولايزز، ومن بعد مرحلة البرائكداون، والإنزيمياتيك، هذا يصل إلى مرحلة فقدان رطوبة، التي يجعل فيها جزء البروتينات أكثر تركيزاً وتقارب من بروتينات أخرى، وهذا بطبيعة الحال، من بعد ما يجعل من هذه المرحل الكاملة التي قلت لكم عنها، أجل دوزل الدهون، كنا نعرف أن الغنمي في دهون أكثر من البكري، وهذا الدهون لكل شيء يخاف منها، على أساس أنها سبب في مشاكل كثيرة، منها الكوليستيرول وأمرض القلب والشرايين إلى آخره، الخرافة التي تيقنها ودخلها لنا رأسنا، عمر الدهون الحيوانية مكانت المشكل، هي متهمة بارئة، كسد لنا عيننا، للزويت الموضراجة والمارغارينات، الذي بالنسبة لي أنا، ثم قاتل، وهي المتهم الأول ورئيسي في عدد كبير من المشاكل الصحية، ليس الدهون الحيوانية، لهذا أريدكم تحيدوا من رأسكم هذه الفكرة، وأشخباركم أن السكر هو سبب شفاء نسبة الكوليستيرول مؤكسد في الدم، وليس الدهون الحيوانية، من غير هذا الشيء، الدهون التي تكون في اللحم عند التشفيف، تتعرض الأكسيجين، الذي يكون في الهواء، وهنا تبدأ بعض التفاعلات التي تغير من تركيبها، أما أشعة الشمس، فهي تستطيع من تحلل هذه الدهون إلى أحماض دهنية، وليس سهلة في الهضم، وكيف يسهل الجسم التعامل معها، أنا الذي أدري معكم، الدهون الحيوانية لا تختارني أي منطار، نشاري شحمة، ونذوبها، وكل مرة أريد أن نضع طاجين، أو أي شيء، ما أحتاجه في هذا الزيت، نضع منها الكمية التي خاصتني، ستعطيني واحدة طاقة، وهناك هذا الأكل، ما شاء الله، من غير البروتينات والدهون، لكن في الجديد، التي تعطي للجسم طاقة، ما شاء الله، القديد فيه كذلك تركيز جد عالي من المعادن الرئيسي والأساسي للجسم، أول هذا المعادن هو الحديد، ما يكون فينا؟ في هذا الوقت لا يوجد نقص الحديد، وهذا الموضوع على ما أضعنا فيه بما يكفي، كان فيه كذلك تركيز كبير، الزنج، المانيزيوم، فوسفور، بوتاسيوم، سيلينيوم، نوحس، السوديوم، هذا النسبة لكي تكون مرتفعة كثيرة، لماذا؟ نطلب القديد، كمية كبيرة من الملح، ويجب أن تكون هذا الملح، ملح صخري، أو للملح البحري الخاشين، أو للملح الهيمالايا، نطلب الملح المكرر، لذلك كله مصائب، وذلك حلقة مفصلة، وشرحنا المصائب التي تسبب فيها، لهذا، قبل أن تكون قديد، فمن المفرود علينا، نرقده في الماء الدافئ، لمدة لا تقل على 12 ساعة قبل الطهي، لماذا؟ لكي يستخرج معظم الملح، الذي استعملنا فيه، ونبدأ ذلك الماء على الأقل جوج مرات، أما بالنسبة للفيتامينات، فالقديد فيه جميع الفيتامينات الدائبة في الدهون، التي هي فيتامين A، فيتامين O، فيتامين D، وفيتامين K، تخيلوا معي، قدمة عرض اللحم، الذي نريد أن نصيبه منه، لأشعة الشمس، قدمة كمية فيتامين D، ستكون فيه مركزة أكثر، أما فيتامين A، وهو ريتينول، من غير أنه تعتبر أساسي في عملية الرؤية، والعظام والأسنان، فالجميل في الأمر، هو أنه يعاون الجسم على استخدام البروتيين بشكل صحيح، هذا شيء من غير أن البروتيين القديد، كنا قلنا بأنه سهل في متصاص، والجسم يستفيد منه أحسن البروتيين اللحم العادي، لذلك، كمية الفيتامين A، المركزة التي كينا في القديد، تتعاون الجسم أكثر وأكثر في استغلال هذه البروتيين التي تهضم، أما بالنسبة للفيتامين K، لديها علاقة تأهزورية، كما نقوله، فيتامين D، جميع المكملات الغذائية في فيتامين D، تتعاونها فيتامين K، لأن فيتامين D، لا يقوم بالعمل لها، لها لا يوجد فيتامين K، لا بالنسبة للمناعة، لا بالنسبة للقلب والأوعية الدموية، لا بالنسبة للنظيم الكالسيون في الجسم، إلى آخر، المهم أن تتعاون الجوش، من غير فيتامين A و E و D و K، هناك تركيز ما شاء الله في فيتامينات المجموعة هذه، في فيتامين B1، B3، B5، B6، B7، حساسة و أساسية في تحويل طعم إلى طاقة، تكوين خالية الدم جديدة، المناعة، صحة العيون، الجلد، الفيرتليتي، وخصوصاً دعم الجهاز العصبي المركزي، تتعاون فيتامين B1، حتى الفيتامين B2، تتعاون في شيء إيكيب، ورشة إصلاح وحماية، من الدماغ، إلى آخر نهاية عصبية لديك في الجسم، لديهم علاقة بإنتاج المياليين، إنتاج النقلة العصبية، والتحكم في سرعتها، تحميها من الإجهات الأكسودي، والتهابات، المهم كل ما له علاقة بالأعصاب، تصلحوا فيتامينات المجموعة. كيف ترى في السيطة العديد الرأي، 75% من المتابعين لدينا، عزيز عليهم القديد، و 25% لا يعجبهم، بالنسبة للناس التي لا يعجبهم، أتمنى هذا ما الذي سمعته، يبدل لكم رأيكم، تضيعوا على رأسكم مادة غذائية جدا رائعة، غنية بالمغذيات، بروتينات، دوهن صحية، ماء عادين، فيتامينات مضادة الأكسادة، غي هو نصيحة، الجديد حول ما أمكن، الملح الذي نستعمله، يكون ملح البحر الخاشين، أو ملح الهيماليا، أو ملح الصخري، الملح الحية، ومع ذلك، لا بد أن نرقده قبل أن نطيبه، الجديد من التقاليد الطيبة، التي يجبنا نحافظ عليها، استهلكوها بعينكم مغمضين، إلى ما نفعكم ميضتكم، كنتمنى تكونوا استفتوا معنا، والحلقة عشباتكم، المهم، كنتمنى أنها تكون مفيدة، كان معكم أخيكم رضوان شوقي، في المختصر المفيد، خليت لكم مراحة، وإلى حلقة مقبلة، مع موضع جديد، بإذن الله،